السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمر مع تدريب طيور الهدد قبل لا نبدي بعض الأخوة يوصوني أن أعلي صوتي وأنا صارت عندي طريقتي وطبيعي الخاص كنت من سنين أربي طيور وأتكلم بصوت ناصي وهادئ لأن أراعي الطيور أحاول أتكلم بصوت هادئ علشان لا يخترعون وسرة العادة هاي فأشكر اللي كتب لي هاي الملاحظة وأنا وضحت شون السبب أني صوتي ناصي أحاول إن شاء الله قدر الإمكان أوضح واستمرت بطريقة تمرين الهدد وبالحديقة داخل البيت أطلع طير واحد وهو جائع نفس التمرين السابق ونفس الطير وهو جائع وهم اكتشفت شون يحب يحب الحب الشمسي أو دوار الشمس أنطي تعال 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 من الحديقة نفس الشيخة اللي على الشجرة إن شاء الله يتعود تعال 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 يعني أنا هاي لأيام الفاتت يوميا أطلع قليل حسيت في شوي يستقر بالحديقة وتعود على أجواء الحديقة الشيخة اللي بالهسة مرارية بعد فترة إن شاء الله إذا صار الجو حلو وأمن الوضع يعني لا طيور وحشية ولا شيء ولا جوارح يأكلون الطير أحضره مثل ما قلنا اللي ربي طير ويحاول يخلي هدد يتوقع أن يطير ويخسره يعني الشغلة كلها مجازفة مجازفة أما يثبت أو يخسر أنا ربيت طيور وطلعت مهدد بالغابة بصراحة خسرت طيور كذا مرة يروحون ما يردون يطيرون عند ناس الناس يشوفونهم ألي فيني بتونسون عليهم أكو ناس تصلوا علي يعني ورجعتهم تعال 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 يحب يلعب لعبتها المفضلة تعال 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 هكشف لأ النقفاصة خيشوفهم تعال 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 اشتركوا في القناة